اخوتي اخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحيم قناة الجالية العربية اليوم وكيف ما وعدكم انني غد اقدم لكم شرح بخصوص عقد عقود العمل الموسمية او غير الموسمية لفتحات الدولة الايطالية اللي هو ديكريتو فلوسي 2020 مجموعة من الاخوان تتساءلوا على الاسباب ديال هاد الفتح ديال القانون واشنهما الشروط والمواصفات المطلوبة ولمن فتحوا هذا القانون يعني جواب بسيط ايطاليا فتحات القانون لانهم ديجا انهم سابقين كانوا موافقين عليه لان كان عندهم سياسة انهم توافقوا على قانون عقود العمل لمدة ثلاث سنوات وهدي ضروري كان عليهم انهم خصومي يخرجوه للوجود لان كانوا مطبقينه من قبل هذا هو السبب الرئيسي كذلك كان الاسباب تنوية لا داعي لذكرها حاجة اخرى اللي غادي نشرحه للاخوان ان هذا القانون ماشي بحل القوانين الاخرى اللي كانت سابقة هذا القانون فيه يعني كونترات موسمية لديها ست شهر وتسع شهر وفيه كونترات عادية يعني انت تجي عندك اقل شي خاص الفاتروني يدير لك 12 شهر يعني سنة وعندك الحق تبدل عادي يعني هذا غير توضيح بسيط الناس اللي بغوا يجيب كونترات موسمية ستجونالي يرى عندكم الحق تجيو بهذا تاخدوا برميسه ست شهر وتسع شهر صافي من بعدها تبقى حارق هنا ما عندك لوراق ردوا بالكم هذه المعلومة ماشي اي واحد غير يقول لكم اي حاجة يكذب عليكم اما يلاقلك نون ستجونالي يعني عادي هنا ما كانت شي مشكلة عندك الحق تدير عقد عمال اقل شي 12 شهر ومن اللي توصل هنا تاخد برميسه ديالك الاقامة عندك الحق تبدلها بنفسك ما تحتاج لتشي واحد وهذه يعني رامعة سهلة يعني لما يقول لك عقد ديال 6 شهر او 9 شهر رع عرفوا بانه موسمي يعني قد تشد الوراق وسالب ومن بعد ما تسج تبقى حارق اما يلاقلك اقل شي 12 شهر هنا تنتكلموا على عقد عادي اذا في القانون هذا خاصوا حصص مختلفة ومن بين هذا الحصص المهمة اللي خاصوا هي يعني السائقين الشاحنات الشوافرية اللي عندهم برميس ديالكاميو ومن بعد قد نشرحوا شكونه هما كذلك للبناء الناس البناء المعلمية واللي ديال البني احتى هم راهم مطلوبين هذا القانون وهذه را عقد عادي ماشي موسمي يعني تجي وتبقى هنا كذلك يعني تشتغل في الشركات السياحية وفي الفنادق ماشي المطاعم واحد غادي يقولك لا واحد عنده ريستورا ولا عنده قهوة ولا هذو غير مقبولين تنتقلموه على المجال الفندقة والمجال السياحي يعني شركات السياحية اللي عندهم لوبنتور اللي عندهم أسياة كثيرة هذو هما اللي مقبولين كذلك في الشقة الثاني اللي هو الموسمي مطلوبين ناس ديال الفلاحة وكذلك دائما في السياحة وكذلك في الفندقة يعني يردوا بالكم من لي واحد إنسان بغيسي تصوير بالقطرة من لي تسيطوا له غايقول كلاراكينا في السياحة وفي الفندقة قول له واش الموسمية ولا العادية الموسمية ديال 7 هر ولا العادية ديال 12 شهر أما بالنسبة للآخرين راحùng لذي الله معروفين وهذو الشوافرية معروفين هذو كلهم عاديين أما اللي في الفلاحة وهذة ديال الفندقة والسياحة كذلك الأخوان الذين كانوا أسبق لهم جاءوا ولو مرة واحدة في الخمس سنوات الأخيرة هنا في إيطاليا بعقد عمل الفلاحة يعني هو موسمي عندهم الحق أن الباترون ديالهم يطلب لهم نولا أوسطى وغادي يعطيوه ديال ثلاث سنوات متتابعة ما يحتاج يبقى يدفع كل مرة غادي ياخد ليه ديال ثلاث سنوات على أساس أنه غادي يجي يدخل يدقوز هذيك شهر ولا تسع شهر ويرجع في حالوق المغرب ولا الماسر ولا أي دولة عربية وعود يجي تاني يتعطوه محدد ما غاديش يحتاج يبقى كل مرة ياخد نولا أوسطى وهذه ركيني الإخوان اللي واخدينها من قبل لكن هذا القانون تسمح بها اهتاية لكن شرط من الشروط أن تكون تسبق لك جي تي ولو مرة واحدة في الخمس سنوات الأخيرة يعني من 2015 لدابة كذلك اللي مهم في هذا القانون يعني هذا القانون شامل يعني راه فيه قانون يعني عقد العمل وسناطورة الناس اللي حاصلين هنا في إيطاليا اللي عندهم الأوراق سواء دراسة أو كان عندهم الأوراق ديال الفلاحة وكان عندهم غير ستشهر هذو حتى هما عندهم الحق أنهم يغيروا في هذا القانون من دراسة ويعني موسمي إلى عادي سوبردنادو لافورو سوبردنادو ولا لافورو أوتونوم يعني عمل عادي أو عمل في التجارة ومن بعد غادي نحدد لكم يعني بالتفصيل لكل مجال من هذه المجالات أنا حاولت نعطي لكم غير ملخص مبدائي في الأول ومن بعد غادي ندخل للتفاصيل بإذن الله إذن أول شي هذا القانون الحصة الإجمالية دياله هي 30850 كونترا اللي غادي تعطي الدولة هذة 30850 كونترا هي مقسمة كيف ما قلت لكم على نوعين وكل نوع مقسم على نوعين تانين وغادي نشرحانكم مش ما ندوقكمش إذن حدو 12850 كونترا لمن للناس اللي غادي جيوا من براء إيطاليا هذة 12850 كونترا غادي 4500 هما الناس كما قلنا شوافرية ولا الناس اللي غا يخدموا في البني ولا في السياحة ولا في المجال ديالفونداقة هذو عقود عادية يعني أقل شي تكون 12 شهر في الكونترا العادية هنا في إيطاليا أقل شي 12 شهر سنة كان أقل من سنة هذرة غادي ديالك غير موسمي ما يكذبش عليك أي واحد ما كيناش 10 شهر لا 6 شهر إذن هذوك الناس يعني هذو العقد اللي غادي تاخدوه يعني الإنسان إلا شي واحد عندكم فيه شك ما كينحتشي إشكالية كتبوا لي في التعليقات ونلقى الواحد اللي عنده واحد ضرورة غراها الإيميل هو جاليا العربية إيطاليا كيوتشولا يعني اروباسك جيميل بونتو كوم وأنا غادي خليكم ينكتوب رسلوا لي وانا ان شاء الله بإذن الله غادي نحاول نفيد كل إنسان اللي بغا يجي لهنا يا ودائما هنا تنسى لكم غير الدعوات والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتبارتاجي الفيديو باش يوصل أكبر عدد ممكن من الإخوان والأخوات إذن هذه الناس اللي قلنا 4500 اللي عندهم الحق في الكونتراك العادية غير موسمية يعني كما تنقوله أقل شيء سانة وعنده الحق من اللي يجي يجدد عادي ما يحتاج هذا الباترون ولو يبدل عنده باترون تاني ما عنده حتى شي مشكلة والدول اللي محددة أنا غنقتصر غير على الدول العربية فقط هما المغرب والجزائر ومصر إتيوبيا السودان وتونس هذو كلهم يعني موافقين عليهم على أساس أن هذ المواطنين اللي فيها أنهم عندهم الحق يدفعوا في هذا القانون دائما ماشي هما بنفسهم ولكن عن طريق المشغيل اللي غدي يجيبهم يعني واحد في العائلة غدي يشوفهم باترون ولا الله يعلم المهم دائما باترون هو لا غدي يدفعوا ليهم هنا في إيطاليا أهم شيء بالنسبة لهذا العقد ماشي موسمي عقد عادي غير موسمي يسمى نتكلمه دابع على السائقين الشاحينات السائقين الشاحينات أهم حاجة أنه تتوفر فيه كون عنده البرمي البرمي أو رخصة السياقة ساي اه ساي اه هذي راه غدي نكتبها ليكم كما تتشوفوا هذي مهمة إلا كنت يتوفر على هذي راه هذك الباترون أو المشغيل دياله لغا يدير للطالب غدي يعطيه نسخة من هذيك الباترون دياله البرمي وراه غدي يدفع ليه كذلك الناس ديال اللي بني بالنسبة للناس ديال اللي بني راه ما محددينش يعني ماشي مطلوب أنه تكون مسجل ولا كذا لكن إلا كنت عندك فلاكارز بني تكون أحسن دائما عندك واحد كما تقوله واحد الفالور زايد ما كانش راك مقبول نفس الشيء أهم حاجة أن الشركة اللي خاصة تدفع لك تكون قوية ما يكونش غير واحد بني مصوب شركة الرأس ويدفع وما عندوش الدخل خاص يكون عندو الدخل ودخل ديال اللي بني راه أقل شيء أقل شيء أقل شيء يعني أضعف إيمان خاصة تكون عندو 30 ألف أورو في السنة يعني ما يمكنش غير يخدمك انتق واحد مبلغ وما عندوش كدخل وهنا راه ما محددينش الدخل وهذا ما زال ما حطوش تفاصيل ولكن مدام ما حطوش تفاصيل خلاهم مفتوحة إذن المهم راه عندك الحق تكون شركة بناء كبيرة راه دائما عندك إمكانية كبيرة كذلك بالنسبة للشركات السياحية أو الفنادق يعني كفندق كبير عندو الحق يعني يجيب للناس ممكن تقارير لغات يعني لي سبب من الأسباب المهم هنا ما محددش لكن ما عندك حتى شيء مشكلة يعني الباترون ديالك اللي خاص يكون قوي عندو شيء فندق كبير عندو شيء شركة سياحية قوية هنا غادي يساعدوه باش أنه يجيب هذك الأشخاص كما قلت لكم في الأول لا تتعلق ما يتنقوله الفندقة لا تتكلموش على المطاعم والريستورات ولا على المقاهي هذو راما داخلين نسوا هذا الموضوع كذلك من هذ 12850 اللي قالوا كينستالاف شخص لناس اللي موجودين في إيطاليا ويغيروا البرميسو يعني الناس اللي تيجيوا دراسة لأن كما تتعرفوا بأن الإخوان اللي عندوا البرميسو للدراسة ما عندوش الحق يبدله تتسالي الدراسة تقولوا لي الله يعوني يعوني كثير كما فيما بغيتي هنا في القانون هذا هذك الناس اللي عندهم برميسو ديال الدراسة عندو الحق يبدل أو الإخوان اللي كانوا جاءوا في القوانين القادمة جاء القانون اللي قبل وعندو برميسو ديال ستشهر أو تسعة الأشهر حتى هو عندو الحق أنه يبدل الإخوان ديال لا سيلو وديال سواء أسيلو من الظهار ولا أي أنواع لا سيلو ولا ديال اللوجو السياسي وهذا ما عندو مش الحق يكون فيرتيو في هذ القانون يعني هما هذو هما اللي كاتيغورية اللي محدين هنا كذلك الناس اللي كانوا جاءوا داروا داروا دورات تدريبية هنا في إيطاليا حتى هذو عندو الحق لأن كين الناس اللي تيجيوا عندو برميسو مثلا ديال 6 شهور ولا تدروا ولا 5 شهور ولا 4 شهور عندو دورات تدريبية من طريق الدولة ولا عن طريق جمعيات ولا وجول إيطاليا حتى هذو لا عندك تتوفر في هذك البرميسو حتى هو عندو الحق يغيره من هذك البرميسو موسمي إلى البرميسو عادي يعني إقامة عادية كذلك حدو يعني هو لو أنها النسبة قليلة ولكن 200 شخص من الإخوان اللي موجودين في أوروبا يعني في فرانسا ولا في إسبانيا ولا في أي دولة وتتوفر على إقامة طويلة الأمد الأمد يعني أونيوني أوروباي الأونيون أوروبية هذو عندهم الحق أنه فهذا القانون يأتي يبدل ويأخذ البرميسو ديالطانيين وهنا من اللي تبدل يأخذ البرميسو غير ديالسانة ومن بعد تعود يبدل ما غادش تأخذ الكارتا تأخذ البرميسو العادي إقامة وعندك من بعد خمس سنوات تأخذ إقامة دائمة هنا في إيطانيا كذلك من بين هذه الكوطة ديال 12.850 يعني دائما ديال العقد الدائم ماشي موسمي حدو خمسمائة خمسمائة يعني شخص كمستثمرين هذ المستثمرين لازم يكون عنده واحد البرنامج ديال الاستثمار هنا في إيطاليا وهذي كانوا داروا من قبل يعني هنا ما غيرين هموا لمدة خمس سنوات ولكن على حسب القانون الذي تدل هذا الاستثمار أنه فيه أجل خمس سنوات أنك تتعهد بأنك ستستمر أقل شي خمسمائة ألف أورو كالإخوان سيقول لو كان لدينا خمسمائة ما لنجي ولكن كالن الناس الذين لديهم فلوس يريد يريد يستثمر هنا ولم يلقى الإمكانية هذه الفرصة جاءت كانوا قادرين عليها إذن من هذك الخمسمائة الشخص كذلك خصوا حصة لمن كانوا الإخوان الذين كانوا عندهم رسوم في شركات إيطالية يعني شارك أسهم أو شارك بنسبة في أي شركة إيطالية عندك الحق أنك تدفع لكي تأخذ الإقامة في إيطاليا كذلك حدوا نسبة بسيطة لمن الفنانين المشهورين اللي بغوا يجيوا يعني هما مستأجرين من طرف سواء بلاديات أو خواص أو يعني جمعيات اللي بغوا باشي يقيموا حفلات وهذا حتى هما عندهم الحق أنهم يجيوا في هذا القانون ويأخذوا إقامة يعني يجيوا يدروا حفلات لكن يكون على أسس أنه يكون فنان مشهور عنده لا كارت ومسجل قانوني وهذا ومعروف يكون معروف وفي الآخير بالنسبة لها 12 2050 يعني إسحاب البرميس العادي في الآخير حتى ديرين بند خاص بالأجانب اللي بغوا يجيوا يأس شركات هنا في إيطاليا بأفكار جديدة بشرط أن هات الشركات يكونوا بأفكار جديدة ويكون عندهم سبق عندهم تواصل مع شركة إيطالية من قبل فإنهم تديروا الطلاب عن طريق هذه الشركة المتواصل ويكون واحد يعني 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 تعالي تعالي مع هذه الشركة إذن وتجي إنت فكرة جديدة فكرة شركة جديدة يعني هنا حتى عندك الحق إذن الشقة الثاني من هذا القانون تتكلم على الكونترات الموسمية هنا سنتكلم على الكونترات الموسمية الدولة خصات 18000 عقد عمل موسمي موسمي تنقص بها من 6 الأشهر إلى 9 أشهر ومن الذي ستسألي لا يوجد الحق تبدله إلا إذا خرج قانون مثلا السنة الجاية وخرج قانون بحل هذا عندك الحق تبدل تكون كما خرجوه للناس اللي كانوا قبل إذن هنا ستشهر أو تسع شهر ستصالح فقط الفلاحة وكذلك السياحة والفندقة هذا هو لكي أقول لإخوان لا يكون لديكم لبس ستصالح الفندقة والسياحة سواء موسمي أو غير موسمي ترى أنت وهذا الإنسان الذي يجيبك وانت لصبتي غير موسمي حسن يعني كونتر عادية أحسن لك لأنك ستتوفر عليك كثير ستبقى كل مرة تبرع لأ برميسو ومن بعد ستبقى تبدل عادي أما هنا السياحة أو الموسمي تتخدم في الفلاحة أو السياحة والفندقة والذي لم أجد الأولى رمع عليه غير الزر الثانية ويطار الثق السنة الجاية من الخروج قانون عنده الحق ثاني يبدل يكون في إيطاليا بلا ما يرجع المغرب كذلك الإخوان اللي كانوا جاءوا في آخر خمس سنوات الأخيرة ولو غير مرة وحدة بالعامل الموسمي عنده الحق أن الباترون يدفع وغادي عنده الأسباقية باش أنه ياخد له عقد عمل لمدة ثلاث سنوات يعني يأتي مثلا يكمل 6 أو 9 شهر الذي عنده في العقل بحال الذين يمشون المرة الثانية والمرة الثالثة وهنا هذو الناس اللي غير ياخد الثلاث سنوات يخرج قانون بحال هذا يحتاج يرجع المغرب ويأخذ العقل دياله تكون عنده جوج إمكانيات يعني يحتاج لما بدلو لي ولي حاجة يرجع المغرب ويعود يأتي كذلك حد يعني هي ولو نسبة بسيطة 100 شخص يعني الناس اللي يقراوا هذو الدورة التكوينية اللي عن طريق الصفارة في البلد ديالهم في المغرب أو في تونس أو في الجزائر أو في مصر أو في إيتيوبيا أو في سودان يعني هذو حتى هما عندهم الحق الأسباقية أنهم ياخدوا هذا العقد ديال العام إذا في الآخر غادي نحدو الإخوان غادي نقول لكم يعني موعد دفع الطالب هما كينين جوج مواعيد دفع الطالب أول موعد كين نهار 22 في شهر 10 يعني بعد 80 من اليوم سيبدأ مع تسعودي الصباح و سنشرح لكم قبل سنشرح لكم في الأخير سواء الناس اللي دفعون 22 أو الناس اللي دفعون 27 شكونا هما الناس اللي دفعون 22 هما اللي عندهم اللي غيدروا الطالب العقد العمل العادي يعني الناس ديال شوافرية السائقين الشاحنات وكذلك العمال البناء اللي غيخدموا في البني وكذلك السياحة والفندقة اللي ديرين عقد ديال سانة هادو غيدفع نهار 22 في شهر 10 مع التاسعة صباحا أما الناس ديال الفلاحة اللي تكلم من موسمية ستدفع نهار 27 في شهر 10 مع تسعود يصباح هما علي قسموا باش ميقعش واحد يعني طالبات كثيرة وتتبلو دائما دائما قسموا ولكن النصيحة لغد نصح سواء الناس اللي غديدفع نهار 22 أو الناس اللي غديدفع نهار 27 را خاص كم الدفع مع تسعود يصباح را مخدوش يعني هو السيستام مع تسعود يصبح ولكن لا يعني أنك تسنتال ذاك النهار مع تسعود 17 أشغ تعمر طالب اللي بغي يعمر طالب راه بادين من البارح يعني من 13 ف شهر عشرة بادين اليوم 14 شهر عشرة بادين اللي بغي يعمر طالب إذا اللي عنده شي يبغي يبري ولا باترون يجري على راسهم من دابا راه الباترون ديالو يعمر الناس والإخوان اللي ما عرفوش بغاو أنني ندير لهم طريقة ملء الطالب معليم غير كتبولية إذا لقي طالبات كثيرة رانا غادي ندير لهم طريقة سواء للموسمي أو للعمل العادي لأن هنا كان ثلاثة الطالبات سواء للشوافرية وسواء لعمل بناء وسواء للشركة السياحية أو الفندقة هادو للعمل العادي وكذلك لعقد العمل الموسمي إذا كان طالبات كثيرة والناس تفاعلوا رانا غادي ندير لكم طريقة سهلة وبسيطة غاوضح فيها كيف ملء المعلومات باش ما يكونش خاطئ إذن في الآخر تنطلب من الإخوان أنهم يشتركوا في القناة ويفعلوا مبسط وسهل يوصل الجميع الإخوان الأخوات اللي كانوا تيكلموني وبغين يجي الإيطاليا بطريقة قانونية كنت نقولهم غير تسنوا وها هو الحمد لله ده بتفتح القانون وأنا معاكم حتى يسالي هاد الدفاع دي القانون بإذن الله اللي بغاش حاجة معلومات خاصة يرسلها الإيميل لي جاليا جاليا عربية إيطاليا aerobask gmail.com وغاد نخلي لكم محتف صندوق الوصف وغاد نخلي لكم محتف فيديو واللي بغا يعني اللي ما بغاي يكتب في التعليقات يعني غير يكونوا طالبات كثيرة يوصلون إلى طالبات كثيرة إن شاء الله غاد ينذي لكم شرح مفصل وسهل وبصير وباش حتى أنتم تكونوا متبعين وتبدوا فاهمين باش ماشي الإخوان عاتي يقول لكم واحد ننذي الكونترا صاف يتقول يذير من تجي هنا تتقى حاصل ولا تتقى حاصلة إلا بالعكس أنا الدور دي لي هو ننور هذو الإخوان دي ونا أن مبغينا همش يجي يعني مغشمين كيف ما تغشمو ناس كتال إذن هذا هو الدور دي غير توضيح وتنوير الرأي العام وما لدينا هدف ربحي لدينا الهدف أن نأخذ أجر معكم كاملين وإحنا نكسب شوية مشاهدات اللي ستجعلنا نزيد ونبانو ونوضح للناس كتار لمساكن ما زال موت يوصلوهم هذا الأنواع دي هذا الفيديو دي الإخوان اللي تشرحو يعني بالتفصيل وبالرسمي يعني أنا رأت تقدر التفصيل لكل هذا القانون اللي خرج بالتفصيل عاد صرحته الإخوان والأخوات ديالي وأنا مستعد أن ندير لكم كل شيء طلبته بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا